وللمشاهدين للحديث أكثر حول تصريحات النائب العام سيد تاج السر علي الحبر فيما يتعلق بقانون النظام العام في شأن إلغائه أو إبقائه ينضم إلينا مشكورا السيد الناطق الرسمي لحزب التحرير ولاية السودان السيد إبراهيم عثمان أبو خليل مرحبا بك سيد أبو خليل وشكرا لك على انضمامك وتلبيتك الدعوة السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا بك إذن سيد أبو خليل في الحقيقة هو موضوع شائك وموضوع يحوي الكثير من النقاط والكثير من علامات الاستفهم لذلك سنحاولها هنا أن نكون حياديين وأن نتحدث بلسان الجهة المناهضة لهذا القانون والجهة المؤيدة له في البداية حبذا لو قدمت لنا تعريفا بسيطا عن قانون النظام العام ما هو؟ قانون النظام العام هو قانون وضع في ظل النظام السابق وهو قانون يتعلق ببعض الممارسات التي تتنافى مع القيم الإسلامية بشكل خاص وتقريبا ما يتعلق بالزي ما يتعلق بصناعة القمور وغيرها هي بعض هذه المواد مستنبطة من أحكام الإسلام وبعضها اتهادات من النظام يعني ليس لها أصل إذن بالضرورة كان من باب أولى أن يطبق هذا النظام على كافة فئات وشرائح المجتمع ولكن هناك قول كان سائدا في ذاك الوقت في عهد النظام المخلوع يقول بأن قانون النظام العام يتبع نظرية الحادي بادي أي أن هذا القانون كان خاضعا لمزاجية من يطبقه وكان خاضعا لهوى نفس من يطبقه للأسف الشديد وأنه ربما كان أيضا خاضعا لمسألة التربح من ورائه من أجل إثراء خزينة الدولة من أجل أيضا إثراء الجيوب فإلى أي مدى هذا الاتهام هو صحيح وصريح هل فين قانوني نظام العام كان يخضع لقانون المزاجية وهوى نفس من يطبقه وأنه الغرض الأساسي منه التربح هو قضية النظام العام بعيدا عن النظام بشكل عام هي هي الإشكالية يعني النظام الذي كان موجود هو ليس نظام إسلامي وإن كان الدعاء الإسلامية هو نظام علماني ولكن أقول علماني بلحية لم يطبق أحكام الإسلام في أي نظام من الأنظمة لأنه معروف نظام الإسلام هو نظام الخلافة الإسلامية صحيح الذي يقوم على العقيدة الإسلامية لا يقوم على أي شيء آخر النظام السابق مثله مثل الأنظمة السابقة ومثله مثل النظام الحالي فقط كان يأخذ بعض أحكام الإسلام في بعض الأمور أما النظام فكل لم يكن يطبق الإسلام أما الذين جاءوا حاليا هم يعادون الإسلام بشكل سافر على العكس تماما ربما من الممارسات التي كان يتبعها النظام المخلوع السابق الحكومة الحالية أو النظام الحالي أن نستطيع أن نقول أنه إنه على العكس تماما من السياسة التي كان يتبعها النظام المخلوع السابق الآن النظام الموجود الآن هو يعلن عن علمانية سافرة يعني لا يتدسر بسوء الإسلام كما كان يفعل النظام السابق وإنما يعلنها صراحة وكثير من الكلام الذي دار سواء من قيادات الحرية والتغيير أو من وزراء واضح تماما أنهم في حربهم للأحكام الإسلام يتزرعون بأن هذا كان نظام الكيزان وما إلى ذلك من هذا الكلام ولكن واضح أنه هي معادة حقيقية لأحكام الإسلام لأنه إذا كان النظام السابق لم يطبق الإسلام الطبيعي أنك تطبق الإسلام إذا كان النظام السابق لم يطبق الإسلام أو أنه شوه كما يقولون الإسلام وإن كان شوه هذه عندي فيها رأي لأن الأصل الإسلام لا يشوه هم شوه أنفسهم لم يشوه الإسلام الشيء الطبيعي أن يطبق الإسلام ولكن الواضح الآن هم يطبقون العلمانية بشكلها الساكر وهذه مطلوبات القوى الغربية التي تطالب بالانخراط في العلمانية الساكر الصريحة دون أي موارد حديثك هذا يقودني لنقطة البعض ربما يرى أو يستشف من حديثك أن الحكومة الحالية هي ربما تحاول أن تعيد ماء وجهها ربما أو تبدل عدائية للنظام القديم أنت قلت أن النظام القديم هو كان إسلامي أو علماني ولكن بلحية أنه لم يكن يطبق التعليم الإسلامية والشرعية بطريقة صحيحة والنظام الحالي على العكس تماما من النظام السابق أنا أستطيع أن نقول أن هناك عدائية من النظام الحالي تجاه النظام السابق وأن الضحية هي الشعب وما الذي يمكن أن يحدث للشعب السوداني في ظل هذين النظامين وهتين السياستين المتناقضتين إلى ماذا يمكن أن يؤدي هذا بالشعب؟ ما هي الخطورة التي يمكن أن تقع عليه؟ بصراحة أنا لا أرى أن هناك اختلافا جوهريا بين النظام السابق وبين النظام الحالي مجرد اختلاف مسميات؟ نعم كلاهما يحكم بغير ما أنظر الله كلاهما يستند إلى الغربة الكافر كلاهما يبحث عن رضا أمريكا النظام السابق كان يسعى لرضا أمريكا وقدم لها غرابين كثيرة منها فصل جنوب السودان ومنها إلغاء حتى بعض الأحكام الشرعية المعلومة من الدين بالضرورة التي كانت موجودة في النظام العقوبات أما النظام الحالي فهو أيضا يسير في ذات الاتجاه اتجاه مراضات الغرب ولكن بشكل أكثر سفورا كما قلت النظام الحالي سافر نعم سافر في علمانية طيب ما رأيك لو ألقينا نظرة تقييمية للتصرفات التي كان يقوم بها العساكر في تطبيق نظام القانون العام كان هناك حلاقة للشعر للشباب على الملأ كان هناك ضرب وجلب للفتيات على الملأ كان هناك تحرس لفظي أيضا لكل من يقع تحت طائلة هذا القانون لنتحدث عن التصرفات التي كان يقوم بها العساكر أو من يطبقون هذا القانون هل نستطيع أن نقول إنها كانت توجيهات عليا أم هي تصرفات فردية فقط من هؤلاء العساكر أولا هذه التصرفات مرفوضة من وجهة نظر الإسلام وأما الحديث عن أنها تصرفات فردية كلام غير مقبول لأن الأصل أن النظام في أعلى مستوياته يجب أن يراقب تنفيذ أي قانون يصدره فالحديث عن أنه ما طبق من بعض الانتهاكات من قبل أفراد في الشرطة أو في غيره هذا تصرف فردي هذا كلام غير مقبول لأنه الذي يراقب ويتابع يجب أن يكون هو الدولة لأنه في الإسلام الإمام هو المسؤول على المسلمين الإمام راعي وهو مسؤول عن رعيته وهذه المسؤولية تستدعي أنه يعرف أي صغيرة وكبيرة تجري وأنا أفتكر أنه لم يكن هذا خافيا على النظام في أعلى مستوياته ولكنه كان يقض الطرف عن ذلك لأنه أرجع وأقول أن النظام الذي كان موجود كان يدعي فقط الإسلامي ولم يكن قائما على أساس الإسلام خصوصا وأن هذه الانتهاكات سيد أبو خليل لم تكن موقفا أو موقفين وإنما توالت وتتالت كل هذه المواقف وكل هذه الانتهاكات إذن كان بالضرورة أن هذه الانتهاكات لابد أنها كانت قد أعلمت بها الجهات العليا أو الجهات الرئاسية في الدولة ورغم ذلك كما قلت غضت الطرف عنها طيب الآن حاليا البعض يرى أن إثارة موضوع قانون النظام العام ليس من أولويات المرحلة وأن هناك مهام جسام تقع على عاتق الحكومة الانتقالية لابد أن تطلع بها أما مسألة اتفاقية سيدا ومسألة الغاء القانون العام يجب أن توضع جانبا إلى حينه وأن الآن يجب أن يتم الالتفات لقضايا أهم كمثلا معالجة الاقتصاد المتدني والمنهار والنظر لمعيشة الناس والنظر للصحة والنظر للتعليم أي أن هناك أولويات أتتفق هذا الرأي؟ قطعا يعني هو إشغال الناس في ظل الظروف الضاغطة الآن ارتفاع في الأسعار بشكل جنوني عدم وجود مواصلات الناس تعاني ما زالت صفوف القبز وصفوف البنزين والجازلين من فترة لأخرى والنظام يبحث عن معالجات في الخارج لأنه كما قلت يعني النظام هو يعني لا يرى حل لمشاكل السودان إلا عبر الغرب يعني لا ينظر إلى معالجة الأزمات إلا عبر هذا النظام الغربي ولذلك يعني هو فشل كما فشل النظام السابق في معالجة هذه الأزمات الآن الأزمات متفاقمة وتسير بشكل تصاعد وأنا أقول لن تحل هذه القضايا إلا إذا طبق الإسلام في ظل دولته دولة الخلافة الراشد الثاني على منهج النبوة هي الطريق الوحيد لتضبيق أحكام الإسلام التي تخرج الناس من هذا الواقع السيء الذي يعيشونه الآن أما أي نظام آخر طبيعي لن يخرج البلاد من هذه الأزمة طيب أنت ترى أنه يجب أن يطبق الإسلام المعتدل أم الإسلام المتشدد أنت تعلم أن هناك انقسام في هذا الأمر هناك من ينادي بالإسلام المعتدل هناك من ينادي بالإسلام المتشدد في ظل المرحلة الحالية أو في الوقت الحالي في السودان أترى أنه الأنسب لنا أيهما ليس هناك إسلام معتدل وإسلام متطرف أو إسلام متشدد كما يقولون الإسلام واحد الإسلام هو الدين الذي أنزل الله سبحانه وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالوحيد وهو أحكام شرعية لا تحتاج إلى كثير كلام والحديث عن التشدد والوسطية هذا الكلام هو أتانا من الغرب لأن الغرب هو الذي جعل التصنيفات من معه من لا يتحدث عن الحكم بالإسلام أسمه معتدل أيها هذا معتدل أما الذي يسعى لتطبيق الإسلام في ظل دولة الإسلام هي دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة يعتبر هذا متشدد أو متطرف أو ما إلى ذلك من هذه المقولات أما الإسلام طبق عمليا أكثر من 13 قرن من الزمان ومعروف كيف أوجد هذا العالم الإسلام المترام الأطراف وكيف كانت أحكام الإسلام تعدل بين الناس لأن هذه الأحكام من ربنا سبحانه وتعالى وليست هي أهواء البشر لأن الواقع الموجود الآن هو أهواء البشر وليته كان أهواء المسلمين هو أهواء الكاثرين ممتد استوقفتني لفظة أطلقتها قبل قليل سيد أبو خليل على الحكومة الحالية ووصمتها ووصفتها بالفشل يعني الحكومة أعتقد أنها لم تكمل الثلاثة أشهر من عمرها هل من المنطقي ومن المنصف أن نطلق عليها لفظة أنها حكومة فاشلة؟ الجواب يكفيق عنوان كما يقول أهلنا يعني الذي يريد أن يسير في الطريق الصحيح يتبع الخطوات الصحيحة للوصول إلى الرؤية الصحيحة أما ما نراه الآن أن هذا النظام يسير في ذات الاتجاه اللي سار فيه النظام السابق يعني ليس هناك فرق بين النظام السابق الذي كان يبحث في الحلول ضمن النظام الرأسمالي المجرم الفاسد وكما نقول نحن إذا لم نخرج من هذا الصندوق صندوق الغرب الكافر صندوق النظام الرأسمالي الجائر لن تحل أي قضية في حديثك سيد أبو خليت تحدثت كثيرا عن أن الحكومة الحالية تحاول أن تطبق النظام الغربي تحاول ربما أن تبدي بعض الولاء للنظام الغربي ولكن نحن إلى الآن لم نرى مساعدة حقيقية من الغرب لما يمر به السودان الآن من مشكلات كثيرة الغرب ليس جمعية خيرية الغرب عنده أطماع في بلاد المسلمين ومنها السودان السودان يسقر بثروات ضخمة جدا للأسف تحتاج إلى فكرة سياسية ناضجة وتحتاج إلى رجال يؤمنون بهذه الفكرة السياسية ناضجة وهذا لا يوجد إلا في نظام الإسلام ليفجروا طاقات هذه الأمة ويفجروا طاقاتها الموجودة حتى يحلوا المشاكل أما الغرب لن يقدم شيئا بل بالعكس الغرب يريد هذه البلدان ومنها السودان أن يعيش في هذه الأزمات حتى يستطيع أن يصبح تحت قبضته فإذا حل مشكلتك كيف هو سيطر عليك ولكن حينما تعيش في أزمات أزمات متلاحقة سيصير السودان ربما فريسة سهلة لإفتراسه والتهامه من قبل الغرب ربما وهناك أمثلة كثيرة جدا ربما في دول مجاورة للسودان أيضا حتى الآن ما زالت ترزح تحت وطأة المشكلات الاقتصادية والمشكلات السياسية والمشكلات الأمنية وخلافه طيب لننتقل لمحور آخر ولنتحدث عن الهجوم الحاد الذي يطال هذه الأيام السيد وزير العدل في الحكومة الانتقالية هناك أقوال ترى بأن هناك تجاوزات من جانب السيد وزير العدل ومن جانب أيضا المجلس الوزاري برمته من أنه يبدي تحركات أو يقوم بتحركات في ملفات هي ليست من شأنه من ضمنها مثلا اتفاقية سيداو قيل أن اتفاقية سيداو ليست من صميم اختصاصات وزير العدل وأنها من اختصاصات مجلس السيادة هذا الأمر جاء في الوثيقة الدستورية لا أذكر المادة أو الفصلة لكن موجودة في الوثيقة الدستورية أن هذه الاتفاقيات ليست من اختصاص المجلس الوزاري وإنما هي من اختصاص المجلس السيادة فإلى ماذا ترجع وتعزو هذا التجاوز ولا يهم أن تكون من اختصاصات وزير العدل أو تكون من اختصاصات المجلس السيادة القضية في نهايتها أن مثل هذه الأمور القصد منها وإشغال الناس وجعلهم يتجادلون يجوز لا يجوز وينسى الناس ما هم فيه من أزمات أنا أفتكر أن سيداو هذه يراد منها ضرب آخر حصن من حصون هذه الأمة لأن النظام السياسي انتهى لم يصبح النظام السياسي هو نظام الإسلام وهو نظام الخلافة لأنما أصبحت هذه الأنظمة الوضعية الموجودة في العالم الإسلام ومنها النظام الموجود في السودان النظام الاقتصادي الآن يتحكم فيه النظام الرأسمال الغربي ولذلك نجد صندوق النغد وما يسمى بالبنك الدولي هم الذين يسيطرون على اقتصاديات هذه البلدان هم الذين يستنزفون سروات الأمة وعبر القروض الربوية الخطيرة لا تدفع أصلا ولذلك لم يبقى للمسلمين إلا هذا الحصن الحصين الذي تبقى للمسلمين هو النظام الاجتماعي علاقة الرجل بالمرأة وعلاقة الأسرة وما إلى ذلك يراد أن تضرب هذا الحصن الأخير نعم يراد أن يضرب في مقتل خصوصا أن النسيج الاجتماعي في السودان لطالما كان متينا جدا وقويا جدا ولكن يبدو في الأون الأخير أنه بدأ يعاني من بعض التفتت والتفكك إن جاز لنا التعبير إذن كما يقال سيقومون بدقي آخر مسمار في نعشه في نعش النسيج الاجتماعي ليس كذلك أنا أقول أنه إذا ظللنا نرضخ لهذه الأنظمة ونتعايش معها ونركن إليها ستكون هذه هي النهاية لن يوصلون إلا إلى خرابي ديننا ودنيانا الاثنين يعني دنيانا أصلا خربانا وحيخرج علينا ديننا كما هو واضح الآن لا مخرج إلا بأن تعود هذه الأمة أمة حقيقية على أساس الإسلام تقيم دولة على أساس الإسلام وتنفي كل هذا الخبث الموجود سواء كان في النحية الاقتصادية أو في النحية الاجتماعية أو في النحية السياسية وذا كله أعيد وأكرر لن يكون إلا في ظل نظام الإسلام اللي هو نظام الخلافة الراشد الثاني على منهج النبوة باعتبار أنه ما في دولة للمسلمين غير دولة الخلافة ما في كل هذه الدول التي موجودة الآن لا علاقة لها بالإسلام حتى وإن تسمت بإسم الإسلام لكن في نهاية الأمر الإسلام له دولة واحدة ليست دولة وطنية ولا دولة قومية ولا غير ذلك وإنما هي خلافة كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم طلب أن الحديث قادنا للحديث عن دولة الخلافة التي قلت أنها ما من حل يرتجى وأن دولة الخلافة هي السبيل الأنجع لقيام الدولات الناجحة سنعرج قليلا على هذا الأمر نبتعد قليلا عن محور النظام العام وسنعود إليه طالما أنك قلتنا للحديث عن دولة الخلافة ما هي أسسها إذن التي يجب أن تقوم عليها لنظمنا قيام دولات الأساس الذي تقوم عليه دولة الخلافة هي العقيدة الإسلامية عقيدة الإسلامية وما ينبسق عن هذه العقيدة من أحكام تنظم الحياة لأنه اللي نظم حياة البشر هو رب البشر لا ينظمها الناس عندما تدخل الناس وجعلوا التنظيم للبشر فسدت حياة البشر كلها الآن بالماسبة ما يحدث في كل العالم هو نتيجة طبيعية لتغول الإنسان على حق الله سبحانه وتعالى في تشريع الأنظمة سواء كان النظام السياسي أو النظام الاقتصادي أو النظام الاجتماعي أو غيره من الأنظمة هذه موجودة في أحكام شرعية في كتاب الله وفي سنة نبي صلى الله عليه وسلم طيب قيل لي أنه تبقى لي خمسة دقائق فقط وما زال لدي نقطتين في موضوع النظام العام قانوني نظام العام ولكن ما زلت سأبقى في موضوع الخلافة الإسلامية حقيقة لفظة الخلافة الإسلامية سيد أبو خليل هناك أضحت الآن بمثابة بوعبع أن تتعلم أن آيسيس أو داعش تتبنى هذا الفكر تتبنى أنها ستقيم دولة خلافة إسلامية وتقوم بأفعال وسلوكيات مشينة جدا لا تمثل الإسلام بصلاة ولا تمثل لحقوق الإنسان بصلاة فحينما تذكر هذه اللفظة فورا يتهيب الناس ويخافون منها بالعكس أنا أقول كل ما ذكرت الخلافة يرجع الناس إلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر الفاروح وعمر بن عبد العزيز الخلافة في أزهان المسلمين هي ذلك النظام الراقي وذلك النظام الذي قال فيه عمر بن الخطاب والله لو عترت بغلة بالعراق لخفت أن يسألني الله لما لم تصلح لها الطريقة يا عمر عاتقكم جهد كبير وعمل كبير جدا أنتم في حزب التحرير ولاية السودان لأنكم تسيرون في خطأ ربما وترغبون في إنشاء دولة خلافة إسلامية تقع على عاتقكم عبء كبير جدا في أن تعيدوا النظر السليمة والصحيحة والمعافات في شأن الخلافة الإسلامية هذا ما يقوم به الحزب الحمد لله وأنا أفتكر أن ما يقوم به الحزب وما يعرضه من معالجات حتى للقضايا الآنية يلقى صدى واسع وترحيب من قبل الأمة نحن وسط الأمة نحن جزء من هذه الأمة لسنا غرباء عنها ولسنا أوصياء عليها نحن منها وإليها ولذلك الإسلام هو عقيدتها أحكام الإسلام هي أحكامها التي تريد أن تطبق عليها ولكن الإعلام الغربي والإعلام التابع للغرب في بلاد المسلمين هو الذي يحاول أن يصور نظام الخلافة بصورة غير حقيقية وحتى داعش لماذا داعش في هذا الزمن تحديدا؟ لأن الغرب كان يتخوف من قيام الخلافة ولذلك حاول أن يوجد نموذج سيء أيها صنيعة حتى يبعد المسلمين ولكنه لم يستطع خاب فأله والحمد لله الأمة تعلم وانقلب السحر على الساحر ما في ذلك الشيخ الحمد لله فالغرب تضرر كثيرا أيضا من داعش طيب كان لوزير الشؤون الدينية قبل قليل ذكرنا خبرا بشأنه بشأن وزير الشؤون الدينية حينما قال بأنه إن قانون النظام العام لا علاقة له بالقيم والأخلاق وشأنه جوما شرثا على قانون النظام العام هذا التصريح جاء من وزير الشؤون الدينية كيف تعلق على هذا الأمر؟ والله يعني هذه القضية ليست قضية نظام عام يعني نحن لا نأخذ من الإسلام ما يعجبنا ونترك الباقي وغدنع الله سبحانه وتعالى على اليهود قبلنا حينما قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فالقضية ليست إنه يعني نأخذ جزء أو أحكام عشان نصير بها إنه نحن والله قاعدين نحكم في الإسلام وفي الوقت اللي فيه نحن ما قاعدين نحكم بالإسلام الإسلام ليس عقوبات هذه مسألة مهمة جدا بالمناسبة النظام العقوبات في الإسلام هو واحد من أنظمة الإسلام التي تحمي المجتمع وليس أنك تطبق أنظمة الكفر ثم تأتي بعقوبات الإسلام تطبقها في من يخالف هذه الأنظمة طيب أيضا في الخبر الذي أوردناه قبل قليل والمتعلق بوزير الشؤون الدينية كان قد قال إن عبدة الأصنام والأوثان ربما هم اختصاص أصيل من وزارتي هل هناك قوانين معمول بها تجعل من عبدة الأوثان والأصنام ربما جزءا من وزارة الشؤون الدينية والله هو طبعا يعني الحديث عن إنه هناك وزارة خاصة للشؤون الدينية هذا ذاته يعني في حد ذاته يبين يعني ما نوع هذا النظام لأنه في الإسلام ما في حقيقة نظام يعني شؤون دينية وشؤون أخروية وإنما هناك نظام متكامل هو الذي يحكم ويضبط الحياة سواء كان في السياسة أو في الاقتصاد أو في النظام الاجتماعي وغيره أما غير المسلمين سواء كانوا وسنيين أو نصارى أو يهود والله يعني قضية نتيجاهم هي أن ندعوهم للدخول في الإسلام لأنه لو ماتوا بهذا الذي هم فيه سيدخلوا جهنم والمسؤولية مسؤولية الأمة الإسلامية الأمة الإسلامية هي التي ستسأل عن هؤلاء الناس صلى الله سبحانه وتعالى يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدة كيف سنشهد عليهم ونحن لم نبلغهم يعني كيف تقول لي زي ما بيقول في الأنظمة الوضعية دي إن النظام يقف على مسافة واحدة من كل الأديان أولا ما في دين حق غير الإسلام هذا لا يغالط فيه أحد النظام الوحيد الإسلام هو النظام الوحيد الحق مع أداو باطل طيب هذا لا يعني أنه نحن نترك أولئي الناس إنما نطلب منهم أن يفهموا هذا الإسلام حتى يدخلوا فيه لكن ده ما معناه أنه نحن نقهرم وندخلوا في الإسلام بالقوة لأنه لا يكرهها في الدين الدعوة بالحسنة بالحسنة لكن ده ما بيحصل بالمناسبة ما بيحصل إلا إذا قامت الدولة الإسلامية اللي هي دولة الخلافة هي التي بتطبيقات العملية حتى تخلي الناس يدخلوا في دين الله أفواجها هذا الحصل يعني بعد ما قامت الدولة في المدينة الله سبحانه وتعالى قال للرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجها فسبح بحمد ربك واستغفروا إنه كان توابا ثم أصبح الإسلام يعني في أقل من ثلاثين سنة وصل إلى أماكن بعيدة جدا بسماحة وعدل هذه الأنظر آخر نقطة وآخر سؤال سيد أبو خليل وعذرنا على الإطالة حقيقا أخذنا الكثير من وقتك ولكن حتى نختتم هذا اللقاء الآن يعني تنضي ربما اتفاقيات السلام رغم أنها نستطيع أن نقول أننا حتى الآن لم نحقق خطوة فعلية وجادة وإيجابية ولكن هناك محاولات لإجراء الاتفاقيات والمفاوضات والجلوس على طاولة حوار لجمع الحركات المسلحة جميعها في طاولة حوار واحدة مع الحكومة المؤقتة ولكن هذه الحركات المسلحة سيد أبو خليل تطالب بعلمانية الدولة وهذا حقيقة أمر يرفضه جل أبناء شعب السودان كيف برأيك يمكن أن تنجح خطوات عقد سلام كامل وشامل في ظل وضع هكذا شرط لن يكون هناك سلام في ظل هذه الأنظمة وفي ظل وجود هذه الحركات لأن هذه الحركات إنما تعتاش على قضايا المناطق التي خرجت منها طيب إذا قام نظام أو قضى على مظاهر المشاكل التي قام من أجلها ما يسمى بالتهميش وما إلى ذلك يعني الناس تحتاج إلى صحة تحتاج إلى تعليم تحتاج إلى أمن تحتاج هذه الأشياء يوفرها نظام الإسلام إذا قامت دولة الخلافة لن تكون هناك حركات متمردة ولن نحتاج إلى أن نجلس مع هذا أو ذلك حتى نوجد سلام لأنهم سيصبحوا مرفوضين عمليا من قبل أهلهم في تلك المناطق لأن النظام سيوجد رعاية كاملة في ظل الإسلام لا تحوجهم إلى من يحمل السلاح ليطالب به طيب سؤال أخير بجد هذه المرة سؤال أخير أتتوقع أن الحكومة الحالية ربما تقوم بإرضاء الحركات المسلحة وبالفعل تقوم بعلمنة الدولة وضع كلمة علمنا بين قوسين هل نحن أمام ربما توقع بأن تكون الدولة علمانية إرضاءا للحركات المسلحة حتى تمضي اتفاقيات السلام إلى شاطئ الأمان الدولة الآن علمانية هذا كلام ليس له معنى فقط هو يراد أن يكتب حتى يقيد بمن يسعى في المستقبل لإقامة دولة الإسلام ولكن الدولة أصلها علمانية منذ أن خرج الكافر المستعمر من هذا السودان سنة 56 أو سنة 53 وإلى يوم الناس هذا النظام الذي يحكم السودان هو نظام علماني في فترة من الفترات الثلاثين سنة فقط جاء باسم الإسلام شعارات ولكنه كان نظام علماني للحية والآن النظام الموجود نظام علماني سافر حتى الوسيقة يعني واضحة تماما أنها وسيقة لنظام علماني ولذلك الكلام عن علمانية الدولة هذا يعني نوع من زر الرماد في العيون الدولة علمانية الآن وهذا ما يريد الغرب يعني الغرب عايز أن يتواضع الناس ويرضوا صراحة ويكتبوا في دستورهم أن هذه الدولة لا علاقة لها بالدين وأنها دولة علمانية وكذا ولكن لن يقبل الناس حتى ولو كانت المسألة صورية لن يقبل الناس بدولة علمانية في السودان صحيح وهذا ربما كنت أنا قمت باستطلاع صغير وبسيط قبل قليل فيما يتعلق بقانون النظام العام وسألتهم عمن يتفق بإلغاء قانون النظام العام عمن يتفق وإلغاء قانون النظام العام ومن يرفض كانت النتيجة لصالح رفض إلغاء قانون النظام العام وأن الناس يريدون قانون النظام العام ولكن أستاذ خليل بكيفية أخرى وبطريقة بالفعل تكون نابعة من الشريعة الإسلامية السمحة لا أن تكون خاضعة لأهواء ولا أن تكون ربما خاضعة كما قلت في البداية بطريقة الحادي بادي والاختيارية والعشوائية شكرا جزيلا لك في الراطق الرسمي لحزب التحرير ولاية السودان السيد عثمان أبو خليل الحديث يطول في هذا الملف وبإذن الله سيكون لنا معك لقاءات أخرى وحديث عن محاور ونقاط أخرى شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا شكرا جزيلا حياك الله